لكم لقاء مع رئيس الجمهورية أبرز المحاور التي جمعتكم بهذا اللقاء بداية الأمر الثاني هل تم التقدم باقتراحات لتجاوز الأزمة الحالية؟ أنا التقيت برئيس عبد المجيد تبون يوم 14 جنوبي يعني أقل من حوالي شهر بعد الانتخابات الرئاسية وكان الحوار مطول وككل الإخوان رؤساء أحزاب وشخصيات وطنية التي التقى بها الرئيس كان هناك شرح لخطة الطريق بداية بتغيير الدستور ثم الذهاب إلى حل المجلس الشعبي الوطني وكذلك المجالس المحلية منذ ذلك الوقت كان كل يعرف أن جائحة كورونا ربما عطلت هذا المخطط ولكن في نهاية الأمر نحن بصدد تطبيقه أما اللقاء الثاني كان بعد أن جيل جديد أخذ مبادرة لطلب من الرئيس رئيس الجمهورية أن يفرج على عدد من سجناء الرأي ويطلق صراحهم كعربون أو حسن النية للذهاب إلى الإفراج على هذا المسجونين وكان كذلك عدد كبير منهم أطلق صراحهم